مسبحة كروية في ليفربول والكافي وافق على حضور الجماهير مباراة الاهلي وسمبة التنزاني مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من جديد في قناة اخبار عاجلة وفيديو جديد لم تغفر جماهير ليفربول لفريقها السقوط المدوي في قلعة الانفلد امام الغريم التقليدي ايفرتون في دربي الميرسي سايد بهدفين مقابل لشيء لتتعقد ردبة ليفربول بين الكبار الاربعة في انجلترا ويبتعد خطوة عن اللحاق ببطولة دور الابطال اوروبا يعاني ليفربول من ازمات متلحقة وضعف في خطوطه بعدما اصيب نجم الفريق فاندايك الذي لم يتم تدعيمه بصفقة قوية اخرى على مستوى خط الدفاع وحل البرازيلي فابينيو محله في مركز ليس مركزه مع ضعف البودلاء ماتيب وجوميز وغيرهم تجديد الدماء كان اهم ما طلبت به الجماهير خاصة مع تحقيق هذا الجيل من ليفربول كل البطولات المحلية والقرية من كأس العالم للاندية ودور الابطال والدور المحلي واقتراب انتهاء مسيرة بعض اللاعبين وضعف مستوى الباقين الجماهير شنت حملة على التواصل الاجتماعي لتسريح اللاعبين ومنهم من طالب باستمرار صلاح الذي لا زال يتصدر قائمة هداف الدوري حتى الان وعلقت الجماهير على المباراة فقال احدهم يجب تغيير خط الهجوم كليا الفريق يحتاج الى دوافع جديدة بينما قال اخر الاصابات عطلت الفريق والهجوم لدى الرجز اصبح متكاسلا بينما دعمت بعض الجماهير محمد صلاح فكتب احدهم صلاح افضل لعب هذا الموسم ونحن لا نستطيع الفوز الا اذا قدم صلاح عملا ساحرا على ارضية الملعب وهذا مقلق للغاية بينما هاجم اخرون فيرمينو وساديو ماني وقالوا انهم لا يسجلون في غياب صلاح وعن الرحلين عن الفريق فبات رحيل فينالدوم نجم خط الوسط ضروري بسبب عدم قدرته على افادة الفريق اكثر من ذلك بينما تلاحق عروض برشلون الاسباني والتي يفكر فيها جديا اما الانجليزيين ميلنر وهندرسون فيعتبر ليفربول ان هذه الحقبة هي اخر محطاتهم في لعب كرة القدم بعدما صنع تاريخا كبيرا وحقق بطولات عدة مع ليفربول وارقام مهمة مع المنتخب الانجليزي وطلبت الجماهير بتغيير شامل في خط الدفاع بالسسناء فيرجيل فاندايك واستجلاب مدافعين اقوية لسد صغرات الدفاع ومسندت الهولندي على حماية خطوط الفريق الدفاعية وعن محمد صلاح فلا زال موقفه غير محسوم وسط مقارنات بينه وبين الفرنسي مابابي لضم احدهما الى النادي الملكي ريال مدريد وبالتالي قد يخلع صلاح قميص الردز الموسم المقبل وقال احد المشجعين بان ليفربول اذا خسر دور الابطال هذا الموسم فان سجو ماني وصلاح سير حلال لا محالة الكافي وافق رسميا على حضور الجماهير مباراة الاهلي وسمبة التنزاني استقر الاتحاد الافريق لقرة القدم كاف على السماح لحضور الجماهير مباراة سمبة التنزاني امام الاهلي المقرر اقامتها السلساء المقبل في اطار لقاءات الجولة التانية من منافسات دور المجموعات بدور الابطال افريقيا الكاف تلقى اختار رسمي من قبل الاتحاد التنزاني يؤكد فيه رغبته في اقامة مباراة سمبة التنزاني امام الاهلي بحضور الجماهيري خاصة في ظل خلو تنزانيا من إصابات كورونا بشكل تام وبالفعل وافق الكاف على حضور الجماهير لمباراة سنبا تنزاني أمام الأهلي ولكن اشترط حضور ساعة 50% من الجماهير فقط داخل الملعب مع تأكيد على إمكانية إلغاء قرار حضور الجماهير في حال ظهور إصابات كورونا في تنزانيا خلال الساعات المقبلة ومن المقرر أن يحضر 30 ألف مشجع في المباراة وهي نصف ساعة الاستاد والذي يسعى 60 ألف مشجع في النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد ياريت لو عجبك الفيديو اضغط لايك ولو كنت بشهدنا للمرة الأولى اشترك معنا في القناة وفعل رمز الجرس ليصلك منا كل جديد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة